بمشاركة واسعة من مختلف ولاية الوطن احتضنت المنطقة السياحية ودى شرفاء بولاية عين الدفلة مبادرة التخيم الوطني في طبعتها الأولى وسط أجواء رائعة أنست المشاركين برودة الطقسة كانت أجواء والله غير جد رائعة ويكننا استقبلنا الضيوف تانا جونين مختلف ولاية الوطن حوالي 150 مشاركة كاك وعشرين ولاية من أقصى الشرق ومن أقصى الغرب وين كانوا يشاركوا معنا تخيم جيل منطقات التخيم تعين البلاسة تاعك تنصب الخيمة تاعك تخرج العتاد تحضر يعني كما نقوله احنا نقوله الكوزينة تاعنا ندير الأداوات تحضر العاشاء هذا خاصة في الليل تكون عندنا صهراء وين شعلوا النار منطقة ودى الشرافاء السياحية وجدت بالتزامنة مع وضع دراسة مخطط لتوسع السياحي بهذه المنطقة ونتمنى نحن كسلوطة إن شاء الله بربي أن نوسعه في المنطقة هذه حتى تكون قبلة للزوار والسواح مستقبل إن شاء الله المشاركين في التخيم الوطني بوادى الشرافاء عبروا عن إعجابهم بجمال وسحر طبيعة المنطقة أول مرة نشارك في تخيم وعملية كما هذه عجبنا بزاف البلاسة هذه اللايبيرك عاد مازال مبديناش نزيد ونديكوفروا البلاسة وشكرا نشكر لقاع اللي ساهموا في هذه المبادرة للمشاركة في هذا التخيم الوطني طبعا الأولى على مستوى ويتعيندفل وعلى مستوى بلدية والشرافاء التي استقطبت هذا الصرح السياحي اللي الحمد لله بمناظرها الخلاب فوتناها بالبيام عجمعا المهم كتعرفت عشا ومع بعضانا ديرنا النهارة كتعرفت قصرة ربي بارك يام سبتنا ليلة بردة التمبراطور البالي كانت واحدة دولة اندقلي فريمان كانت غلاسيال نداد سيزار دولة عشية هو طيح فريمان كانت دي جون اللي باتوا اللي ما عندوش المقامة بسك التخيم يطلب المقامة إذا ما جاش المقامة ساك تكون شارج مليح لطن تكون مليحة امpermeable نطقة شريفة بناسها بطبيعتها وبالبوزيسون من جيوغرافيك انتهى من ناحية الجيوغرافية وحتى الساعة رهي على الصباح دي جرانا عادة نتفكروا روحنا وجدرنا البارح وتهدف هذه المبادرة التي استقطبت عدد كبير من عشاق السياحة الغابية والجبلية من مختلف ولايات الوطن إلى التعريف بالمناطق السياحية التي تزخر بها ولاية عين الدفلة ترجمة نانسي قنقر